ونحن نشاهد الحرية معرضة للهجوم مهمتي الدستورية هي الحفاظ على الحرية هنا في الولايات المتحدة ويشرفني أن أقدم إلى البلاد ابنة لمدرسة وأثبتت أنها قادرة على بناء الإجماع وهي محامية متميزة وصحفية وواحدة مرشحة لمنصب قاضية في المحكمة العليا قبل أسابيع أحد أصدقائي والذي كان يعمل معي في مجلس الشيوخ أعلن عن تقاعده والعضوية في المحكمة أو تعيين قاضي هي واحدة من أعلى المسؤوليات وقد اخترت مرشحة تستحق إرث القاضي براير إنسانة مؤهلة ذات عقلية قانونية وحيادية وسأجلب هذا القرار سأجلب إليه منظوري كمحامن وأيضا عضو في اللجنة القضائية لسنوات عديدة وشخص ترأس جلسات تعيين قضاء في المحكمة العليا أكثر من أي أحد آخر بدأت عمري 32 عاما وكرست حياة العملية للدستور وبهذا المنظور أنا درست بعناية المرشحة وتشاورت مع الحزبين ونتيجة لذلك ولأنني أحترم ليس فقط الإجماع ودستور يقول نصيحة وإجماع نصيحة الحزبين وتناقشت مع كبار المفكرين القانونيين والمحامين ونائبة الرئيسية محامية سابقة وعضو سابقة في اللجنة القضائية تشاورت معها وكنا نبحث عن من يخلف للقاضي شخصية ذات منظور تاريخي وتفهم أن الدستور هو ميثاق حي ونشط وتكون لديها الحكمة لحماية الحقوق حقوق الأفراد والتي تقع ضمن الحريات الشخصية التي يعترف بها المجتمع إنسانة ذات معدن جيد وتجلب عقلية مستقلة وحيادية وأيضا قناعة بما تعتقد أنه حق أعتقد أن الوقت قد حان كي تعكس المحكمة العليا مواهب وعظمة بلادنا عن طريق مرشحة لها كل هذه المؤهلات وتلهم كل الشبان بأنهم يمكنهم في يوم ما أن يخدموا البلاد في أعلى المستويات ويجلبوا معهم الشخصية والمعدن واليوم يسرني أن أقدم إلى الشعب الأمريكي مرشحة تستمر في هذه التقاليد القاضية جاكسون ترارعت في مدينة ميامي فلوريدا وبالمناسبة عمدة المدينة دعم ترشيحك وهي لم تفقد أبدا الأمل في أن الأطفال سيتمتعوا بوعد أمريكا والديها تخرج من كليات عامة وأمها أصبحت مدرسة القاضية جاكسون تحب القانون ووالدها درس المحامة في ميامي وكانت تضع كتبها المدرسية إلى جانب كتب والدها انتخبت كرئيسة للفصل الدراسي الذي كانت فيه مميزة وبعد مسابقة في هارفرد اعتقدت أن بإمكانها أن تكون طالبة هناك وكان هناك من يقول لها لا يجب أن تضعي مثل هذه الأولويات أو هذه الأحلام على العموم تخرجت من كلية الحقوق في هارفرد وكانت واحدة من الأوائل ثم حصلت على منصب موظفة في المحكمة العليا والقاضي الذي اعتقد أنها تستحق لم يكن سوى القاضي براير الذي ستشغل مقعده تعلمت أن تكون قاضية من القاضي براير ورأت فيه قائداً عظيماً وتعلمت من استعداده للعمل مع زملائه وهذه مؤخلات ضرورية يتحلى بها القاضي في المحكمة العليا والآن وبعد سنوات ستشغل منصب أو مقعد القاضي براير خدمت في الحكومة كمحامية وأيضاً كقاضية في القطاع الخاص لو تم تثبيتها ستنضم إلى القاضية سوداماير كعضوة وحيدة خدمت كقاضية في المحاكم وأيضاً مشيت على خطأ القاضي براير وهي تجلب منظوراً إضافياً إلى المحكمة هي تنحدر من عائلة من منفذين لي القانون عمها وأخوها خدمة في سلك الشرطة وقال رئيسها لا يوجد أي شك في أنها تتا متع بهذه المؤهلات ولدي ثقة في أنها ستقارب القضايا بعقلية منفتحة وبكل عدالة القاضية جاكسون إذا تم تثبيتها ثلاث مرات من جانب مجلس الشيوخ أولاً للعمل في إحدى اللجان التي كانت تهدف لتقليص عدم المساواة في النظام القضائي في هذه اللجنة القاضية كانت تعمل مع الديمقراطيين والجمهوريين للعثور على أرضية مشتركة ثانياً تم تثبيتها من جانب مجلس الشيوخ في المحكمة الفيدرالية لتأكد من العدالة في المحاكمات أيضاً خدمت في محكمة الاستئناف في مدينة واشنطن والتي تعتبر ثاني أقوى محكمة بعد المحكمة العليا عندما رشحت القاضية جاكسون أحد الأعضاء المتقاعدين القاضي جريفت والذي تم تعينه من قبل جورج بوش قال وبحماسة وامتدح حياتها العملية في القطاعين العام والخاص وقال مقاربتها مميزة أيضاً هناك مؤهلات أخرى لخدمتها في المحكمة العليا وثلاثة من القضاء في المحكمة العليا أيضاً خدموا في تلك الدائرة التي تخدم فيها حالياً وقالوا أراءها دائماً عقلانية وتعكس الاحترام للناس العاديين هذا لا يعني أنها ترجح كفة ميزان العدالة بشكل أو بآخر ولكن هي تهتم بالتأكد من أن الديمقراطية فاعلة للشعب الأمريكي أنها تستمع وتنظر إلى الناس بعيونهم ويهمها أن يعرف الجميع لماذا اتخذت هذا القرار وما يعنيه لهم تحاول أن تكون منصفة وأن تحقق العدالة هذا ما يجب أن نتذكره دائماً هذا شيء أذكره خلال هذه العملية وفي الواقع فكرت فيه وأنا أمشي إلى هنا هناك عدة أشياء معروضة في الدور الأسفل عن شهر تاريخ السود في الولايات المتحدة هناك قسم ستقوم بترديده في رحلة ستقطعها هي وعائلتها الدكتور باتريك زوجها تفضل دعونا نراك اجتمعاً عندما كان طلاباً في جامعة هارفورد وهو جراح سرطان مميز في جورجتاون لهم طفلة تاليا أنجباها عندما كانت تمارس المحاماة في السنة الأولى ليلا سألت ليلا هل تود أن تصبح رئيسة في يوم ما وقالت لا على أي حال أهلاً بك هنا يا ليلا نرحب بأختها من مدرسة في رود آيلاند أطفالي وأحفادي دعوني أقول لك يا سيدة القاضية ستبقين دائماً أماً لا يخير ما تفعليه سواء كنت في المحكمة العليا أم لا ودائماً أنا لدي الاحترام للمحكمة العليا وهي جهاز متساوي مع الأجهزة الأخرى سواء الرئاسة أو الكونغرس الأجهزة الثلاثة متساوية سرني أن أرشح القاضية جاكسون ذات المؤهلات والخبرة والسجل القانوني الحافل وهي تستحق أن يتم تثبيتها كقاضية في المحكمة العليا أنا التقيت مع رئيس وأعضاء اللجنة القضائية سيناتور ديربين وغراسلي وأملي أن يتحركوا بسرعة وبإنصاف أنا أعرف أنهم سيتحركون بإنصاف بإنصاف